السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي قناة أخبار مصر طبعا زي ما حضرتكم معارفين أن البحث عن طريق تحويل الشهادات الاستثمارية الأديمة لشهادات جديدة عشان تصل الفايدة لـ 18% عملية البحث زادت جدا في الفترة الأخيرة بعد إعلان البنك الأهلي والمصري للشهادات من الفئة دي فطبعا الموضوع مهم طبعا ناس كتير عندهم شهادات أديمة اللي هي فايدتها 11% وعاوزين يحولوها لشهادات جديدة بفايدة 18% فيه كم معلومة في الأول لازم حضرتكم تكونوا عارفينها أول حاجة لو إشتريت شهادة بعائد 11% طبعا بتكون لمدة 3 سنين بقيمة 10,000 جنيه مصري مجرد مرور سنة عليها فبكده أنت هتخسر نسبة 60% من قيمة الأرباح المقدرة طيب في الحالة دي بنعمل إيه؟ بنروح لبنك مصر وبنسحب رقم خدمة عملة وبيتم الاستعلام عن قيمة الخسار دي في حالة كسر شهادة الاستثمار الأديمة طيب بعد كده بيتم الاستعلام من خدمة عملة البنك بما إذا كان العائد الجديد هيعوض القيمة الخسارة النتجة عن قسر الشهادة ولا لأ؟ وفي الحالة دي بيخسر العميل القيمة اللي هي 60% اللي احنا لسه قيلنه لكن قيمة الخسارة دي بتبقى من قيمة الفوائد ومش من المبلغ الأساسي طيب في حالة موافقة العميل على كسر الشهادة القديمة ليه؟ عشان يشتري شهادة جديدة بعائد يصل لـ 18% هيقوم موظف خدمة العملة بالبنك بشراء الشهادة الجديدة الموضوع ده بيبقى في حوالي دقيقة وبيتم استحقاق أول عائد من الشهادة بعد أول شهر كامل من وقت شراء شهادة الاستثمار الجديد هي دي الطريقة اللي بنحول بيها شهادة استثمار قديمة فايدة 11% لشهادة استثمار جديدة فايدة بتصل لـ 18% طيب في معلومة تانية حابة أقول لحضراتكم عليها إن شهادات استثمار البنك دي أنواع في البداية كده شهادة البنك الأهلي بعائد 18% دي مدة الشهادة بتبقى عام واحد غير قابلة للتجديد معدل الفايدة على الشهادة 18% دي وتصرف شهريا بتصدر الشهادات بفئة ألف جنيه ومضاعفة إيه هي بقى الأنواع شهادة استثمار ألف من البنك الأهلي الشهادة دي من فئة مبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفة مدة الشهادة عشر سنوات الفوائد دورية تراكمية بتمنح العوائد مجمعة في نهاية مدة الشهادة وطبعا النوع الثاني من الشهادات شهادة استثمار به من البنك الأهلي دي الشهادة دي من فئة مبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفاتها مدة الشهادة عام واحد بيتم التجديد مدة الشهادة تلقائيا ما لم يتم استرداد قيمتها في الموضع صرف العائد بيكون شهريا يمكن سحب العائد شهريا من أي مكينات صرفها نسبة العائد 6% يمكن للمصريين والأجانب القصر والبالغين الحصول على الشهادة وبرضي يمكن استرداد كامل لقيمة الشهادة بعد انتهاء مدتها أو استردادها وفقا لقوانين وقيم الاسترداد بعد 6 أشهر وكمان يمكن الحصول على قروض من أي من فروع البنك الأهلي المصري بضمان هذه الشهادة دي اللي كنا بنتكلم عنها شهادة به وان في بقى شهادة به تو الشهادة من مبلغ برضو 500 جنيه مصري ومضاعفاتها مدة الشهادة سنتي بيتم تجديد مدة الشهادة تلقائيا بقيمتها الاسمية ما لم يتم استرداد قيمتها في الموضع صرف العائد ربع سنوي يمكن سحب العائد من أي من مكينات الصرافة نسبة العائد هي 6.5% يمكن للمصريين والأجانب الطبيعيين الكسر والبالغين الحصول على الشهادة يمكن استرداد كامل قيمة الشهادة اسميا بعد انتهاء مدتها أو استردادها وفقا لقوانين وقيم الاسترداد بعد 6 أشهر وبرضو يمكن الحصول على قروض من أي فرع من فروع البنك الأهل المصري بضمان هذه الشهادة في شهادة استثمار به سري من البنك الأهل المصري الشهادة من فأة مبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفتها مدة الشهادة 3 سنوات بيتم تجديد مدة الشهادة تلقائيا بقيمتها الاسمية ما لم يتم استرداد كيمتها في الموضع صرف العائد ربع سنوي يمكن سحب العائد من أي من مكينات الصرافة نسبة العائد هي 12% وبرضو يمكن للمصريين والأجانب الحصول على الشهادة وبرضو يمكن استرداد كامل قيمة الشهادة اسميا بعد انتهاء مدتها أو استرداد استردادها وفقا لقوانين وقيم الاسترداد بعد 16 وبرضو يمكن الحصول على القروض بضمان هذه الشهادة في عندنا شهادة تانية شهادة استثمار جيم من البنك الأهلي المصري الشهادة من فئة مبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفتها مدة الشهادة 20 سنة لا تشمل الشهادة على أي عوائد شرى هذه الشهادة من حق المواطنين المصريين قصر وبالغين فقط يمكن الاقتراض بضمان شهادة الاستثمار جيم ويمكن استرداد كامل قيمة الشهادة اسميا بعد 6 أشهر طبقا لشروط الاسترداد تحمل كل شهادة رقم يحق لصاحبها الدخول بها على سحب الجوائز الدوري كل 6 أشهر سحب مميز كل شهرين على الشهادات زياد الثلاث سنوات أو أقدم بتتروح الجوائز ما بين 15 ألف لمية ألف جنيه مصري وده كان موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة يا رب أكون أفدتكم ويا رب الناس اللي حابة تسأل عن تحويل الشهادات الاستثمار طبعا البنوك معظمها دلوقتي زحمة بسبب موضوع شهادات الاضخار دي عليها إقبال شديد جدا وناس كتير كانت حابة تعرف المعلومة دي وإزاي يحولوا من شهادة قديمة لشهادة جديدة يا ريت إن عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والأهم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصر بنقدمه من أخبار مصر أخبار الإسكان الاجتماعي وأخبار المدن الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته